اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي في الأيام الماضية وأنا أطالع أحاديث كثير من المسؤولين في العملية السياسية وفي الحكومة الحالية حكومة مصطفى الكاظمي التي تتحدثون فيها عن الأزمة المالية التي يمر به العراق والأرى الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق وأنا أطالع هذه التصريحات وما توحيه من وضع كارثي في العراق تذكرت مقولة الكاتب محمد حسين الهيكل التي قالها قبل سنوات قال بالنص أن العراق عبارة عن بنك استولى عليه مجموعة من اللصوص ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بالحكوم ولا بدارة الدولة وهذا فعلا ما يلخصه ربما هذا الوضع الكارثي العراق منذ 17 سنة جاءت هواردات من النفوط مليارية خرافية لم تأتي لدولة ولم يحصل العراق عليها في طوال سنوات ربما تأسيس الدولة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية الآن المبالغ التي جاءت للعراق بعد ارتفاع أسعار النفوط مبالغ خيالية عندما أطالع الموازنات التي وضعتها للحكومات المتتالية منذ عام 2003 منذ احتلال العراق عام 2003 لحد الآن كل هذه لغاية عام 2011 لغاية موازنات عام 2011 بالتالي سأجد انه مجموعة هذه يعني بحسابات بسيطة انه مجموعة هذه الموازنات تساوي 1230 مليار و300 مليون يعني تريليون دولار و130 مليار دولار و300 مليون دولار هذه مجموعة الموازنات هذه المبالغ التي يقولون هذه الحكومة تقول ان هذه موازنات هذه السنة واته من عام 2003 لعام 2011 لكن عندما تراجع وضع العراق روال هذه السنة ستجد انه على الاقل الفقر قد وصل باعترافهم هم وصل الى 40% من الشعب العراقي فقراء هناك اكثر من 10 ملايين ل 12 مليون عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابل هناك بطالة تقدر بعشرة ملايين عراقي عاطل على العمل هناك اكثر من مليون ونص من اطفال الشوارع بلا رعاية دولة وبلا متسربين من مدارسهم التعليم في اسوأ الحالات الصحة في اسوأ الحالات لم نبني مدرسة لم نبني جامعة لم نبني مؤسسة لم نعمر العراق فاين ذهبت هذه الاموال هذا ما تؤكده مقولة محمد حسين الهيكل بان العراق اشبه ببنك والذي نستولى عليه بعده 2003 كانوا مجموعة من اللصوص ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بالحكومة ولا بإدارة الدولة هذا واقع الحال وهذا ما يفسره حديث اليوم الحديث عن ان العراق هل سيستطيع ان يدفع رواتب موظفيه الشهر القادم او الشهر الذي بعده ويفسر ايضا حديث ما يسمى بالمستشار المالي لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وهو نفسه المستشار المالي كان لعادل عبد المهدي وقبل حيدر العبادي وربما حتى لنوري المالكي يقول بالنص يقول ان هناك مصروفات حاكمة في العراق شهريا حجمها سبعة تريليون دينار عراقي هذه المصروفات الحاكمة يعني هذه المصروفات الواجب دفعها يعني لا يمكن لا يمكن ان لا ندفعها لا يمكن ان لا نوفر لها المال ويعني يقول انه هذه الستة واربعين فقرة هذه المصروفات الواجبة الدفع اللي هي سبعة تريليون دينار تحتاج وهذه في مقدمته رواتب الموظفي المتقاعدة والرعاية الاجتماحية وطبعا هو يوضح ويقول انه حجم الرواتب من المصروفات هذه السبعة تريليون خمسة تريليون وسبعمائة مليار دينار فقط الرواتب طيب ما هي واردات العراق ايضا يتحدث عن واردات العراق من النفط خلال هذه الفترة طبعا تعرفون انه انقفض صعر النفط كانوا يحسبون على ستة وخمسين دولار وضعوا موازناتهم وحساباتهم الآن اقل من هذا المبلغ عموما هو يتحدث عن انه النفط يبيعونه الآن بـ 24 إلى 25 دولار فبالتالي حجم المبالغ التي تصل للعراق هي تريليون ونصف لتريليون دينار من خلال يعني مبيعات النفط 24 إلى 25 دولار هذه الشهرية يضاف الها يقول حوالي 200 مليار دينار هذه ارادات غير نفطية غرائب وقمارق فبالتالي المبلغ الوارد الكلي للعراق أقل من 2 تريليون دينار وأنت تحتاج إلى 7 تريليون دينار هذا ما ضربتها في سبعة أشهر سبعة أشهر القادمة السادس والسابع الثامن التاسع والعاشر والدعش والثناع سبعة أشهر من هذه السنة إلى نهاية 2020 والنفط لن يزيد عن هذا يعني التوقعات كلها تقول أن النفط ستنخفض أسعار أيضا ونفط سرعة خاصة نحن داخلين على الصيف وقضية الأزمة الكورونا ما زالت متفاعلة وما زال العلاج بعيدا فبالتالي أسعار النفط ستنخفض الخمسة تريليون مثل ما قلت تساوي 4 مليار و 162 مليون دولار ما نحتاجه في الشهر الواحد في سبعة أشهر نحتاج إلى عجز لا واجب التوفير 29 مليار و 162 مليون دولار هذا إذا كان سعر الدينار العراقي مقابل الدولار 1200 دولار يعني الدولار الواحد يساوي 1200 فبالتالي المبلغ هذا نحو 30 مليار دولار من أين يمكن توفيره؟ هذا مبلغ كبير جدا الآن الحديث يجري عن أنه هناك إحدى الدول قد حصلوا منها على قرض بثلاثة مليار وحتى لو كان هذا صحيحا فأنت لديك عجز 27 مليار من أين ستوفرها العالم كله يمر بضائق اقتصادية بوضع اقتصادي صعب جدا جدا لا البنك الدولي ولا غير المستشار المالي هذا الرئيس الوزراء يقول أن هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولي الاقتراض منها لسد العجز هذا الحاصل في الموازنة التشغيلة لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت وهنا هناك نية لإصدار سند وطني اقتراض من المواطنين بفايدة عالية مع امتيازات كبيرة كل هذا يعودنا مرة أخرى أن الضغط سيكون على المواطن يعني الحديث عن استقطاع رواتب الحديث عن فرض الضرائب شد الأحزمة كلها صحيحة لأن لا يمكن توفير هذه المبالغ ولا يمكن الحصول عليها من أي وضع وهذا مرة أخرى يعيدنا إلى ما قال محمد حسينين هيكل هذا بنك استولى وعليه مجموعة من اللصوص ليس لهم علاقة بالسياسة ليس لهم علاقة بيدارة الدولة ليس لهم علاقة بالاقتصاد هذه حقيقة الحال وبالتالي هل من حق من يقولون لماذا يخرج شعب العراق في تظاهرات لماذا يخرج في ثورة ولماذا يجب أن يثور عليهم ويزيحهم من الحكوم هذا هو السؤال المهم إلى هنا تنتهي هذه الحلقة أترككم برعاية الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر